طهر محمد طهر ده هو أفشا؟ هو أفشا طبعاً أساسي طيب بكم جاي الزمالك؟ لا بكم مش جاي الزمالك بكم رغب أحمد رمضان بكم أحمد رمضان بكم طالما سمج هو دوم وسط طالما ريال مدريد بزدت رمضان بصلا كريم اللعب كان عنده الرغبة لكن الزمالك مش عارف يخلص مع سراميكا الزمالك حتى الآن مش عارف يخلص مع سراميكا الصفقة سراميكا مش موافق ممكن فيه حل أن اللعب يروح للزمالك أعارة مع حقية شراء بس حتى ده كان فيه خلاف على المقابل المادي فبالنسبة من اللعب نفسه اللعب عنده رغبة في الانتقال للزمالك لكن الزمالك مش عارف يخلص مع سراميكا الوطرة لحد اللي وبالتالي أحمد رمضان بكم والكلام اللي تقال على السوشيال ميديا أن الزمالك خلصه والكلام ده مفيش ملوش أي أساس من الصحة ويمكن الصفقة اللي كان بيتكلم عليها داود معاك في الفقرة الأخيرة هي الزمالك بيعتمد حاليا على المدافعين تحت السن تحسب أنه ما يعرفش يخلص لعيبة من الدوري خاصة في مركز قلب الدفاع دا يعني عايز يلجأ شوية للعيبين الصغارين يبدأوا يطلعوا معايا ممكن سألت سؤال معناش بما أني هروح أجيب لعيبة أفريقية تحت السنودي فكرة كويسة على فكرة أنا أحب اللي عندها كلها تبدأ تجيب سياسة المجلس دا منافه وهيل دا دا موقف حالو بدأ ما نروح أشتري لعيب بأسعار باهزة الثمن أجيب لعيب وأصبر عليه بس هل الزمالك في المرحلة بتاعت الصبر دي؟ ولو أنا في مرحلة الصبر دي ليه ما أصبرش على الناشئين بتوعي بقى؟ عدما أنا هصبر هصبر لا قطاع الناشئين في الزمالك محتاج هيكلة وده يعني دي كلمة دي تقالت من كابتر حسين اللبيب أول لما جاي ويمكن شوف يعني ما فيش مدافع يصبر الآن من قطاع الناشئين نيرعب في نادي الزمالك مليون في المية ولا مدافع ولا ظهير أيصر قطاع الناشئين بالكامل محتاج هيكلة لكن الموضوع دلوقتي بالنسبة للزمالك في قصة اللعيبة الناشئين استثمار منه أكتر يعني حتى لما متيابة عرض المجلس لانتقادات أو كده هو استثمار يعني ما كلفش الفريحة عايز تسمع حاجة على رمضان بيكام مع عشوز أحمد ياريت يعني محتضر بطول مدير الرياضي أكد أن لا نير في التفريط في بيكام ولا نير بيعه والراجل من استمرار مع الفرقة وجدد ثلاث مواسم وما فيش تفكير خالص في التفريط في بيكام بالنسبة للمركز قلب الدفاع في الزمالك يعني الكابتن رحمد سليمان قال لي أنه ميراهن بكل تاريخه على جلبرتو اللاعب البرتغال اللي بيلعب في الدرجة التانية وقال الرائد ده هيكون من الفلاتات الكبيرة جدا اللي هتلعب في الدور المصري عنده 19 سنة وشاف أنه هو يعني واعد جدا وهيبقى ليه دور كبير جدا في الرياضي الزمالك لأن كان فيه خيار تاني والحمد لله لأنه هو ما حصلش وأنا بقولها بجمطة الأرياحية أن كلوشة كان يجي الزمالك مش عشان كلوشة وحشة لكن عشان الدير اللي كان هعمله أستاذ أهمل الشريعي هيديني إحساس أنه هو عمار الشريعي مش أهمل الشريعي 45 مليون جليل الراجل ده بيعمل حاجات ما كامل حرام طبعا أو راجل محترم وأكيد طبعا لا حبيبي بقولك لا وإنت وصفته بعمل الشريعي آه يعني راجل بيعمل سيمفونيات الراجل يعني الراجل أوركستر يعني راجل أوركستر يعني في الصفقة محمد حمد تدرس وصفقة زياد كمال اللي زمالك بسبب فوز بالسولة أفريقا هيدفع خمسين ألف دولار لإمبي بونس مع أن راجل ما بلعبش يعني راجل بتفرج علينا على الملشات زي وزينا بس يعني الحقيقة يعني آآ شفطة الدجاة التي تبيضه زهبا لإمبي الحقيقة يعني بالبونس اللي معمول عجبني الحركات اللي في العقود دي حركات زكاية ده تريكات رائعة جدا الحقيقة فكرة خمسة أربعين مليون جنيه بقى الكلوشة يعني أنت بكلم بجيب تريبا موضوع خمسين ألف دولار اللي مفروض إمبي ياخدهم من الزمالك دول لو الزمالك كسب السوبر الأفريقي وكسب السوبر الأفريقي هل ده كان رقم الزمالك متقبله وقتها والطبيعي أو المنطقي أنه الزمالك والد من أكسب السوبر الأفريقي يعني باندي من البونس ما فيه بنود كتير يعني في مليون جنيه الدوري في مليون جنيه الكاز في تأهل في كل دور في الفدرالية في تأهل في كل دور في السوبر الأفريقي كل دي يعني بونس يعني أكتر كمان من 30 مليون جنيه الإعارة اللي أصلا في نهاية الإعارة كمان زيادة كمان يصبح من حق امبي التصرف فيه وليس ازا مالك يعني الاولوية الامبي مش الاولوية لا لا هو الاولوية يعني انت ممكن لا الفكرة كلها انه من حق امبي خطص وفجع على امبي هوا فور بس